نتكلم عن الاستراتيجيات ووزارة الثقافة وهذه الاستراتيجيات خلينا نتكلم كمان عن التطلعات والمأمول من تنفيذ هذه الاستراتيجيات طبعا مثل ما رأينا الاستراتيجية ضخمة جدا لا نتوقع أن يتم تطبيقها في سنة أو سنتين هذه تتطلب وقت ومرحلة زمنية وخصوصا المملكة الآن تنهض في رؤية 20-30 وتخرج أيضا تنفض عنها قبار الظلامية وتجه إلى حالة من النور حالة من الانفتاح حالة من توجه الحياة في ظل رؤية سمو ولي العهد حفظه الله فهذه الاستراتيجية ستكون امتداد للرؤية من قبل جانب وزارة الثقافة لكن ستواجه بعض ربما البيروقراطيات أو العقبات تتطلب مراجعة آلية وكما ذكر سمو وزير الثقافة في حواره مع صحيفة الاندبندت أنه ستتواكب وستتم تطبيقها على مراحل زمنية حتى نصل إلى المرحلة المطلوبة والأهداف المطلوبة والتطلعات والمتأملات من خلال هذه الاستراتيجية الاستراتيجية لم تعد تحاكي نقبة المثقفين كما ذكرنا هي تريد أن تدمج الحياة الثقافية الحياة الفنية في نسيج المجتمع السعودي تكون جزء من ثقافة المجتمع السعودي ويحالم التحسين جودة الحياة في المجتمع يعني الآن لما توجد مسارح تنطلق في كل مكان حفلات الموسيقية التي تخاطب الذائقة الفنية هي نوع من دعوة ثقافة الحياة وهذا دور وزارة الثقافة أنها تمارس محاربة التطرف بالفنون وبالدعوة لثقافة الحياة مقابل ثقافة الموت التي تحاول أن تأصل لها بعض التيارات المتطرفة وهذا دور مهم تلعبه الآن وزارة الثقافة وتلعبه الفنون وتلعبه الأدب والشعر وكل هذه الجوانب في تعزيز ثقافة حب الحياة لدى الشباب ولدى الأجيال القادمة وهذا ما هو من أهم استراتيجيات والمتطلبات للمرحلة القادمة لدى جيل الشباب